السلام عليكم احبابي مرحبا بكم جديد في قناتي شيوات ام انصاف كنتمنكم كاملين تكونوا بخيروا في احسن الاحوال ويلخاكم الفيديو في تمام الصحة والعافية معكم فرح فيديو جديد وصفة جديدة وصفة اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طلبية كيك المول العجيب كريمة اللي رائعة بلات بزاف كريمة غزالة كتجي الديدة بزاف وكتجي رائعة كنتمنى ان هاد الكيك اللي غا نشارك معكم اليوم اشتركوا في القناة اول مرة تزوروها واتبارتاجوا الفيديو مع احبابكم اصحابكم جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للتمنى ان شاء الله غادي نخلي لكم في اخر الفيديو مش حل بعتهد الكيك هذا ونخليكم عتا تمام الفيديو الاخر وفرجة ممتعة على بركتي الله بنسبة المكونات غادي نحتاجوا ربعادي البيضات يكونوا بحرارة المطبخ كأس عنبا من سكر سنيدة كأس عنبا من زيت علبة من الياغورت بنكهة الفاني جوج أكيس من سكر فانيلا ثلاثة الأكيس من الخامير الكيموية جوج معاك كبارين من بودرة الكاكا والمر ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الدوابان والدقيق تيبقى حسب الخاليط تقرى بالذات اللي بين جوج كؤوس عنبا حتى جوج كؤوس ونصف من الدقيق الدقيق دائما تيبقى حسب الخاليط اخواتي لانا الاحجام ديال البيض كتختلف وايضا الانواع ديال الدقيق رهاك تختلف غادي نزول طريقة مباشرة في ايناء وضعت البيض وضفت عليه الاكيس ديال السكر فاني مع قبيصة ديال الملحة وغادي نضيف السكر وغادي نخدم هاد المكونات اللي هي البيض مع السكر والفاني مزيان مزيان غير بالفوي البلاد او لا تقدرو تخدموه بطره بالكهربائي لكن عندكم انا خدمت هاد المرة غير بالخلط اليداوي لكن تخدمو الخاليط ديال البيض والسكر مزيان مزيان عادي يمكن لكم تضيفوا باقي المكونات كيفما لاحتو ضفت الكاز ديال الزيت وكنستمر كنخلط المكونات ديالي مع بعضهم وغادي نضيف العلبة ديال الجياغورت بنكهة الفاني اللي تقدرو تعوضو بكاز ديال الحليب يعني اللي متوفور عندكم يمكن لكم تضيفوه راهم بجوج بهم تعطيو نفس النتيجة كنستمر نخلط المكونات ديالي وكنضيف المعلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الدوابان بنسبل هاد المعلقة ديال القهوة وكنت تدخي حياتات طيب باعت بوضر يعني لا ضفتها نضيف الاكيس دي الخاميره دي الحلويات ثلاثة دي الاكيس كل اكيس كي وزن ثمانية جرام وكنضيف ما تبقى من الدقيق منسبة الدقيق ضروري البلد تغرب له وكندخل هاد الكيميات دي الدقيق اللي اضفت الاخيرة مع الاكيس دي الخاميره في الخاليط وكننخلطهم مزيان مع بعضيتهم حتى كنساجموا وكنتحصل على واحد الخاليط كيف تلاحظو معي باش نستيه دائما نكتبو رقم تمانية الى الترسم لنصف الخاليط دي الناره واجد الملاحظة اللي غنعطيكم اخواتي في هاد الفيديو هذا او في هاد الكيك هذا ما تتقلوش الخاليط دي الكيك ديالكم الى تقلتوه بزاف فغدي تجيكم الكيكة ديالكم دقصة وإلى خليتوه خفيف تاني بزاف فرام اللي غدي تخلوها الفرن وغدي تخرجوها غدي تتفصل لكم يعني ما غديش تلقف نصف الحجم اللي طيبتوه فيها صافي هنا اخذت المول العجيب دهنتوه بالزيت ورشيتو بالدقيق وفرغت فيه الخاليط ديال الكيك هنا البنات الفراني يكون شاعل على درجة حرارة 180 كندخلو الكيك ديالنا يطيب مدة الطهي تقريبا 41 دقيقة ومن بعد غدي نخرجوه بعد ما طاب الكيك كي يجي عليها تشكل هذا أنا البنات يعني يفقع لي كيك ديالي مباشرة بعد ما تخرجهم الفران كنقلبهم ديك الساعة يعني مباشرة بعد ما تخرجهم الفران كنقلبهم لان المولة يكون بقي شات سخونية فكنفضل مباشرة نقلبها هنا كيفما تشتور راني قلبت الكيك ديالي هنا غدي نحيد له هاد القشرة هدي ديال الدقيق رحكت تحيد بكل سهولة بعد ما حيديك القشرة ديال الدقيق حطيت الكيك ديالي في الطبق ديال تقديم وغادي نتقي بوحد السلسة ديال الشوكولات اللي كنت شركت معاكم في الفيديو السابق الكيك ديال الشوكولات مع المكسرات هاد السلسة هدي كان شاطت لي بندك الكيك وكنت مخبيها في تلاجة وسافي هنا استعملتها في هاد الكيك هدي سقيتها بيا صراحة هاد السلسة هدي كتجي رائعة بزفة البنات كتجي لديدة وكنتمشي مع جميع الكيك البنات تستعملوها في اي كيك يعني راه كتجي زوينة وكنتجي لديدة بزف نخطيت هاد شويتة هاد البنات راه شريتها جديدة شريتها خصي سال لهاد الانواع ديال كيك باش نلقى نسقي بها صراحة هي عملية وزوينة بزف وكنت يعني كتخدمي بها هي حسن من الاخرى ديال البلاستيك سافي بقيت كنغطس ديك شويتة في ديك السلسة ديال شوكولاتة عفوا وكنسقي بها ديك الكيك ديالي من جناب كاملين كيف ما لاحتو كندوزها لدوك جنيبات كاملين من فوقه من الجوانب ايضا وما تبقى من السلسة غاد نكوبه في الواسط يعني غاد نوزعه لديك الحفيرة اللي كتكون في الواسط باش هاد الكيك ديالي راه كيتسقى مزيان وكتجي معلكم الداخل يعني هاد السلسة هدي راه كتجي رائع بزف كتجي مواتيا مع هاد الكيك بما ان الكيك راه بمداق القهوة والسلسة بمداق الشوكولاتة فما غاداش تخيلوا المداق كيفاش غيكون البلاد القهوة والشوكولات زائد الكراميل اللي غادي نديرو في الكريمة اللي غادي تكون في الواسط سا راح اعطو واحد لوغو واحد المداق اللي خاطير بزف وجات رائع رائع بزف البلاد كنصحكم انكم تجربوها وان شاء الله إلا جربتوها راح غادي تنال اعجاب ديالكم اكيد كونوا على يقين سافي هنا كيفما لحتو بقلي من ديك السلسات ديال الشوكولات درتوه في الواسط ودوزتوها كابل معلقة فراه كتشربو ديك الكيكة كتشرب ديك السلسة وكتجي معلكة معلكة من داخل البنات سافي هنا غادي نخلي الكيكة ديالي علاجة نبو غادي نمشي باش نحضر الكريمة اللي غادي تجي في الواسط بالنسبة للكريمة حتيجيت هناي 600 ميلي لتر ديال الحاليب وضعتوه في كاسترولا وغادي نضيف لي جوج اكياس ديال الفلون بنكهة الكراميل بالنسبة للأكياس ديال الفلون اللي استعملت فقط هاد صغير هذا اللي كي دير ودرهم ونص سافي غادي نضيف الأكياس ديال الفلون على الحاليب بالنسبة للحليب البنات أنا راستعملت 600 ميلي لتر ماشية 500 ميلي لتر لان ذيك الحفرة ما كاتهش 500 ميلي لتر كاتهز كتر يعني لادرتو 500 ميلي لتر ما غاديش جيكم عامرة مزيان هنا ضفت ثلاثة المعالقة كبارين ديال سوكر سانيدة معجوج معالقة كبارين ديال بودرة الناشا وغادي نضيف معالقة كبيرة ديال القهوة سريعة الدوابان وضفت هنا واحد الكيس ديال بودرة الكاكا والحلول الخاص بالأطفال سراحة اعطى واحد الماداق اللي يزوين بزفها الكريمة هادي مع القهوة سريعة الدوابان أيضا اعطى واحد الماداق اللي هو رائع رائع بزف هنا كنا نخلط جميع المكونات ديالي مع بعض ديتهم بارد في بارد ومن بعد غادي نحط الكاسرونة ديالي على النار اللي تكون متوسطة دائما مع التحريك المستمر باش ما تلسق لنا هاد الكريمة في القاعدة الكاسرونة كيف ما كتعرفوا راحنا وضعنا جوج معالقة كبارين ديال بودرة الناشا سافي حتى كتوجد كتتقال لنا الكريمة ديالنا بها تشكلها دارة ما كتتقالش بزف لاننا مكترينش ننشا درنا فاقد جوج معالقة كبارين 600 ميليليتر غيكة تعقاد لنا واحد شوين مهم كتوصل درجة الغلايين وكنحيدوها من فوق النار ومباشرة كنفره ديالكريمة في ديال الحفراء ديال الكيك بها تشكلها دا كيف ما شفتو معايا سافي غادي نخليها على جنب حتى كتبط لها درجة الحرارة ومن بعد غادي ندخلها لتلاجة باش كتبرد وهنا بعد ما بردت عندي الكيك ديالي وايدان تمسكت هديك الكريمة اللي في الواسط غادي ندوزول طريقة ديال التزيين بالنسبة طريقة التزيين كزرقة اختيارية يمكن لكم تخليها كيف ما هي را التزيين ديالها منها كيف ما شفتو انا هنا ايا كان عندي هاد شعريات ديال الشوكولات الاسود ودرتها هكا في الجوانب اعطيت صراحة واحد الشكل اللي هو زوين يمكن لكم ديروا الكوكاو ايضا انا في الورة كنت ديرا الكوكاو وحيتو ودرت الفيرميسير وزينتها هكا بها الطريفات ديال السيقاغ ديال البيمو وكان هدا هو شكل نهائي ديال كيك المول العجيب اللي شاركت معاكم اليومة كتجي رائعة بزاف وكتجي مع الكالبنات بنسبة التمن ديال البيع باش كان بيعها سبعين درهم تمن لي هو جيد مناسب كنت منا ما تنسوش تجعوني بلايكاتكم واشتراكاتكم في القناة وهنا غد نودعكم نخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله وصفة قادمة دمتم في لعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة